الإقرار الضريبي هو نتيجة الأعمال بتاعتنا في نهاية كل سنة لازم الأرقام اللي أنا بقدمها تكون مستندية يكون ليها ورق رسمي قانوني شكله يعتمد من قبل الضرائب الإقرار الضريبي مهم جدا في تقديمه لازم يبقى عندي بطاقة ضريبية أبقى جوة المجتمع الضريبي ويبقى عندي آخر كل سنة بقدم إقرار ضريبي ده التزام من قبل القانون وفيه عقوبات لو أنا ما قمتش بالتقديم يعني فيه عقوبات عدم تقديم هذا الإقرار الضريبي المحتوى اللي جوه موجود جوه الإقرار بقى لو أنا شاطر لو أنا كاتب أرقام مش حقيقية لو أنا بحاول أزود في حاجة الضريب بعد سنة بعد اتنين بتيجي تعمل فحص ضريبي للإقرار أنا أنا بعرف أرتب ورق كويس برضو نقطة دي مهمة أنا أرتب ورق كويس أنا عندي أرتب الورق آه بس مش أحط ورق مستنع يعني أرتب الأوراق المستندية الحقيقية اللي عندي أقدم إقرار مظبوط الضريب بتيجي تعمل فحص دفتري أو فحص للدفاتر الضريبية اللي عندي وبتبتدي تشوف أنا الورق بتاعي مظبوط ولا لأ وهيحصل له فحص ضريبي يطلع عليه فروق الإقرار ده التزام لكل حد جوه المجتمع الضريبي طيب في حد ممكن ما يقدمش آه في حالتين الحالة الأولانية أنه يكون موظف في مكانه مالوش أي نشاط تاني غير وظيفته ده ما بيقدمش إقرار ضريبي مش ملزم ليه لأن الجهة عمله بتقصد منه الضريبة وهو بيقبض مرتبه وخلص الحالة التانية أنه يكون متهرب هو مش بيشتغل في المجتمع الضريبي بس ما عمضوش بطاقة ضريبية اقتصاد غير رسمي اقتصاد غير رسمي فده بنبتدي نقول له لازم تشتغل بسلوب قانوني بيبتدي التعاملات أو المتعاملين معاه لما يجوا يشتغلوا ما يقولوا هات صورة من بطاقةك الضريبية فبتدينا أنه لو حجم الأعمال ده زاد عن لمة معين لازم يبقى عنده بطاقة وإلا مش هارف يتعامل في السوق ترجمة نانسي قنقر